عندما يعجز المنطق عن التفسير وأيضا عندما تحدث المطبط المفاجأة في مسيرة طويلة فجأة عربية تسير بمنتهى السرعة بمنتهى الإيجابية بمنتهى الانضباط بمنتهى الإعجاب من قبل كل المحيطين وفجأة مطب مؤثر جدا يتوقف الكثيرون عنده يا بشونس بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتحدث المنطق هنا وليس منطق المبارا فقط يعني لحد مبارا كنت بقى مختمر في ذهني إيه اللي حصل مش لاقي تفسير لكن المنطق أصبح ملوش أي تفسير فيما يحدث في المناخ الرياضي المناخ الرياضي لا يفرز إلا الغفل هذه الأيام قناعات الناس تحول قادة الرأي إلى مشجعين درجة تلتة الكيد والغيز والشماتة تحكم كثير من الأمور نسينا جميعا مسؤوليات نتجاه بلدنا يعود ينظروا ويتكلموا كاس الأمم ولا شاء يعلوا على صوت كاس الأمم ولا يفعلون إلا استفزاز الجماهير وشحناه الذين يريدون أن يقضوا على التعصم هم وقود التعصم أستاذ إبراهيم أنا مش قادر أصدق أنا صدمتي كبيرة في ناس كتيرة ماتش مؤرف مؤلم قولي الألفاظ اللي أنت عايزها اللعيبة مسؤولة الجهاز مسؤول أيّا كان تريد أن تحمل مسؤولية بموضوعية حلل واتكلم حلل واتكلم وإذا ما سأفعله لن أقول رأي ولكني سأحلل الأمور قبل وأثناء وبعض المباراة حتى لو نكرر الأخطاء بنفس طريقتها النادي الأهلي تم اغتياله معنويا وتشتيته والقضاء على كثير من طاقته قبل مباراة الترجي هذا ما حدث قبل مباراة سانداونز مع اختلاف بسيط إنك أنت فرقتك متواهجة صفوفك مجتملة ولكن تم استهلاكها استنفازها إحنا أستاذ إبراهيم لما تيجي تصور المشهد الذي عاشه سانداون قبل المباراة والذي عاشه النادي الأهلي النادي الأهلي في حيرة أين سيلعب محلياً وإفريقياً هنا في مصر مطشطنة الزمالك ثم الاتحاد السكنداري أين سنلعب لللحظات الأخيرة أنت تفكر أين ستلعب وقال طول النهار اتصالها جمهور ولا ما غير جمهور ده المناخ اللي أنت عايشه هو بعد ناس تحلل وتقعد تتفرج على المطشين بتوعك دول وعرف أن أنت قديمه استهلك ولعبت في مستنقع هيقولك والذي مالك والذي مالك نضحية أخرى كده أن يدفع الثمن بس هو أكثر توفيقاً لأنه لعب بعد كارتة أو نتيجة الأهل الكبيرة فهو عدرس لا كان خلاص خرر عايز أم المباراة فارق طبع المنافس فارق المسافة فارق المناخ لأن طبع المناخ في جنوب أفريقيا فارق التوقيت والبيولوجيكال كلوك أنت تعلمه من اليابان بيعمليه في جسم اللعبة فبالإضافة إلى الإرهاق بالإضافة إلى التشتيت النفسي كانت الساعة البيولوجية أيضاً ضد الفريق وكان ينبغي أن يوضع هدف وحيد أنا ما أخسرش الماتش ده وإذا أخسرت أخسر 1-0 ألعب بدون حياء أنا ما ليش دعو بالجماهير هتقولي ولا الإعلام هيقولي الإعلام بيقولي النهاردة بيش مدفيك إذا مالك مبارح جنش بطل مبارح الشناو بطل مبارح إذن الأهل والزمالك رايحين مستهلكين في خلاف واختلاف في الظروف إذا مالك وعد درس وقدر يروح وقد يعني حط تركيزه في فلسفة الأداء أنا نبغي أن يكون هذا حالنا لأن إحنا يمكن الفوز الدرامي في اللحظات الأخيرة كان أحد عوامل التخدير بالإضافة طبعا إلى الاحترام الذي أظهره مدرب سانداونز للأهل وكل ده كتعوامل تخدير لجسم مخضر منهج مخضر لما يكون كل لعبتك مش كويسة إلا واحد ولا اتنين بيحاولوا يبقى ده معناه أن ده حال عامة حالة بدنية عامة وزهنية عامة أنت مرهق زهنيا ومرهق بدنيا وضمن الإراق الزهني أنك لا تحسن قيادة الأمور فنية ده 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 تشتيت طيب أنا بس ليه بقولي الكلام ده قبل ما نخش على الوقاحة الإعلامية التي تحدث مع النادي الأهلي ونأصفها بهذا المعنى وعايزين ناخد حقنا النادي الأهلي عايز حقه جماهيره عايز حقه من اللي ما أعضروش مسؤولية المكان اللي هم عايشين فيه كمسؤولين عن تحرير أحد قلاع المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط يتدنى إلى مستوى أنه يكتب بشماتة مقتبسا بواقاحة عنوان والأهلي يغرق وشعاره تحت الماء يغرق شعار الأهلي لا يا حبيبي عايزين حقنا وإن ما خدناهوش بقى خلاص بقى كل واحد مع التاني بقى هنعمل إيه طيب هو مرة الحصانة البرلمانية ومرة الحصانة الإعلامية ومرة الحصانة اللي مش عارف إيه كيف هأخذ الأهلي حقه من هؤلاء أنا خسرت وعارف إن أنا خسرت وحصلت كتير مش أنا البرزيل وبرشلون وريق المدريد والزمالك والأهلي ما حصلتش قبل كده حصلت حصلت في لحظة غير متوقعة يبقى لما يكون ده ظرف استثنائي ما فقدش ثقة بنفس يا أستاذ إبراهيم عشان كده أنا حقول كل اللي عندي لن ألتزم بالفقراء وارجع أكمل تاني لو حبيت تمام لكن أنا جاي مستاء جاي مش ميصدق إن النادي الأهلي بيعامل هذه المعاملة في مصر العالم يحترمه إلا البهوات اللي عاشوا في دور المشجعين كيف يحدث هذا عندنا ماتشا أستاذ إبراهيم عادينا يتنبه إليه إحنا وجماهيرنا ماتشا في الدوري أهم بكثير من ماتشا أفريقي ماتشا